سلام عليكم، ازاي يقوموا عاملين؟ يارب تكونوا بخير وسعادة هنكمل مع بعض كورس اللوكيميا وهنشرح الAML ركز معي، احنا قلنا ان انتاج الخلايا بيتم عن طريق الكمال لومفريد برجنتر والكمال ميلوريد برجنتر لو حصل دفكت في الميلوريد برجنتر يديني نوع لوكيميا اسمه ميلوريد لوكيميا وقسمناها قلنا ان الميلوريد لوكيميا AML وCML وان لو حصل دي فيكت في الليمفريد برو جنتر يديني الليمفريد لوكيميا وقسمناها لالال وسيالال اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الال فحلقة النهاردة هنتكلم عن الامل فلازم تكون شفت الحلقة الاولى في مقدمة اللوكيميا وشفت الحلقة اللي فاتت الالل عشان تقدر تفهم حلقة النهاردة الامل تركز معايا كده وحضر كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة بس قبل اي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد معكم كابتن انوليسيس اختصار اي ام ايل احنا اتفقنا مع بعض ان البلاتس الخلايا الدم هيتم انتاجها من تو باسوي يا اما كومن لونفويت برجنتر يا اما كومن ميلويت برجنتر وتكلمنا عن الكومن لونفويت برجنتر في الحلقة اللي فاتت تعالى النهاردة نتكلم عن الكومن ميلويت برجنتر في المصار ده هينتاج لي خلايا كتير زي الريت بلاتسل والبلاتلت والنيتروفيل والمونوسايد والبازوفيل والايسينوفيل طب بركز معايا شوية كده الخلايا دي قبل ما بتتكون اماتير سيل يعني خلايا غير نتجة الخلايا الغير نتجة دي بنسميها بلاست سيل تمام الاماتير سيل هتتحول لماتير سيل خلايا نتجة وتديني النوع اللي انا عاوزه طب يلا اقولك شوية امثلة البرونرمو بلاست دي خلايا غير نتجة هتتحول تديني رد بلاتسل الميجا كاريو بلاست خلايا غير نتجة هتتحول تديني السرومبوسايد الصفائح الدموية الميلو بلاست خلايا غير نتجة هتتحول تديني نتروفيل البازو بلاست خلايا غير نتجة هتتحول تديني البازوفيل ايسينو بلاست ودي خلايا غير نتجة هتتحول تديني الايسينوفيل هنقسم الميلويد لوكيميا لنوعين أكيوت ميلويد لوكيميا وكورنيك ميلويد لوكيميا حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الأكيوت ميلويد لوكيميا لازم تكون عارف أنه المست كومن في الأدلت وبتزيد الإصابة به مع تقدم العمر وممكن يصيب اللي تشايرت بس النسبة بتكون قليلة منظمة الفهاب اللي تكلمنا عنها قسمتلي الAML من M0 لM7 يعني M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 ايه دول؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي الأكيوت ميلويد لوكيميا بتتميز بالأدي الخلايا الماتيروسيل اللي هي النطجة بيكون عددها قليل طب ليه؟ قالك لكسرة وجود البلاستسيل حالو التقليسي هيطرح من خمس تلاف لتلاتين ألف بس خلي بالك ده ممكن يوصل لمتين ألف حوالي تسعين في المية من الAML بيكون عندهم مشكلة في المييلو بلاست خط إنتاج النتروفيل مريض الAML هيكون عنده بعض السمطومز الأعراض زي الأنيميا سرومبوسايتوبينيا وكمان نتروبينيا والمريض ده هيكون مصاب بالDIC بيتميز النوع ده إن بيحصل ميجريشن لخلايا البلاست الأماكن تانية وبيعمل انفلتريت فمثلا هيروح لللسة وهيعمل لي ورم لللسة نتيجة لهجرة البلاستسل ليها فحوالي نص مرضى الAML هنلاحظ عندهم اسبلينو ميجالي بس ركز في الحتة اللي جادي نادر جدا 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 إن مريض الAML يكون عنده lymph node enlargement تضخم في خلايا الليمفنود هقولك شوية معلومات مهمة جدا عن مريض الAML هتلاحظ عنده شوية سمطومز تينين زي هيبر يورسيميا يعني ايه قالك يعني زيادة حمض البوليك في الدم عنده طب ليه قالك نتيجة لتكسير الخلايا بشكل كبير جدا وخلي بالك لما يحصل هايبر يورسيميا ممكن يحصل عندي مضاعفات زي الرينال فيليور جميل جدا كمان هلاقي عنده هايبر فوسفيتيميا يعني زيادة الفوسفات في الدم نتيجة لكسرة السيليسيس تحلل الخلايا كمان هايبر كالسيميا انخفاض نسبة الكالسيم نتيجة لإنه يحصل تدمير للعظام فتدرجيا هتقل نسبة الكالسيم احنا قلنا انه منظمة الفاب قسمتلي الأكيوت ميلوريد لوكيميا من M0 لM7 تعال نمسكهم نوع نوع ونعرف بنفرق ما بينهم ازاي اول حاجة عندي وهو M0 أكيوت ميلوريد لوكيميا منماملي ديفرانشييتد بنشوفه في الأدلت وفي الليتشايلد النوع ده ما بقدرش أفرق فيه بين أنواع البلاستيسيل ولكن بعمل إميونوفينيطايبنج عشان أفرق ما بينهم هتلاقي عندك نتيجة الإميونوفينيطايبنج زي ما انت شايف في الصورة قدامك تاني نوع معايا وهو الام واحد أكيوت ميلوريد لوكيميا والزاوية ماتيوريشن الخلايا هنا بنقدر نفرقها بعننا وبنشوف كمان خلية الأول رودز بتمثل 15% من الحالات الإميونوفينيطايبنج بتاعتها زي ما انت شايف في الصورة قدامك بعد كده الام تو أو الأكيوت ميلوريد لوكيميا وز ماتيوريشن مشهور جدا في الأدلت بيمثل 25% والإميونوفينيطايبنج زي ما انت شايف قدامك بعد كده ام ثلاثة أكيوت برو ميلوسيتك لوكيميا هنلاقي هنا المشكلة في البروميلوسايت وكمان هنلاقي عندنا أوارودز مشهور جدا في الأدلت بيمثل 10% من الحالات والإميونوفينيطايبنج بتاعتها زي ما انت شايف في الغالب المريض ده هيكون معاه دي آي سي جميل جدا بعد كده ام أربعة أكيوت ميلو مونوسيتك لوكيميا بيكون تاني أشهر نوع في الامل والإميونوفينيطايبنج بتاعنا زي ما هو موجود قدامك هندخل على الام خمسة أكيوت مونوسيتك لوكيميا بتكون المشكلة في انتاج خلايا المونوسايت والإميونوفينيطايبنج زي ما في السوء قدامك بعد كده أم ستة أكيوت إيرثوريد لوكيميا هنا أنا بدرب خط انتاج إلوريت بلاتسيل قرات الدم الحمرة والإميونوفينيطايبنج بتاعتها زي ما موجود قدامك هنتكلم عن الام سبعة واسمه أكيوت ميجا كاريوبلاستيك لوكيميا وهنا أنا بدرب خط انتاج السرومبوسايت أو البلاتلت أو الصفائح الدموية والإميونوفينيطايبنج بتاعتها زي ما في السوء قدامك أخر نوع معنا وهو الأكيوت بازوفيليك لوكيميا هنتكلم عن اللاب دياجنوزز الخاص بالAML أولا هنعمل سي بي سيوز بلات فيلم هنلاقي عندنا أنيميا من النوع نورموسيتيك نورمكوميك أنيميا وهنلاقي عندنا سرومبوسايتوبينيا وهنلاقي عندنا النتروبينيا هتؤدي إلى الإنفكشن وبالتالي المريض هيظهر عليه فيفر كمان لما نعمل بلات فيلم هنلاقي أول رودز لما نعمل بولمار إجزام هنلاقي هايبر سيليولاري في البلاست سيل كمان هنعمل إميونو فينو تايبينج وسايتو جيناتيك ستاديز وكمان سايتو كيميستري ستاديز دي كانت حلقة النهاردة في الAML أتمنى الحلقة بكون مخيدة ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد كان معكم كابتن أناليك